بدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولة تفقدية موسعة تشمل عدد من المشروعات بمحافظتي بورسعيد وضميات واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مجمع مصانع تيراميدز لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط بالمنطقة الصناعية ببورسعيد والذي يعد الأول من نوهي في مصر والشرق الأوسط وفي مؤتمر صحفي أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى بكل طاقتها لدعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلية وقال إن الحكومة حددت الصناعات والقطاعات التي تحتاج لزيادة المكون المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد وأوضح مدبولي أن الحكومة تبذل كل الجهود الممكنة لدعم الصادرات وفق خطة محكمة كما تستهدف هيكلة منظومة دعم الصادرات اشتركوا في القناة